اشتركوا في القناة وخاطبكم خطاب العقل والوجدان نتحدث بأقلانية لتغييم المرحلة التي نمر بها وتخطيط المستقبل الواعد الذي أثبت شعبنا أنه أهل له حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يخاطب المواطنين والمقيمين على أرض قطر حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية للدولة في ظل الأزمة الخليجية الراهنة تعثرنا بروح التضامن والتآلف والتحدي التي سادت وخيبت آمال الذين راهنوا على عكسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يشيد بروح التضامن والتآلف وبوقفة الشعب القطري دفاعا عن سيادة وطنه واستقلاله إن قطر تكافح الإرهاب بلا هوادة ودون حلول وسط وثم تعتراف دولي بدور قطر في هذا المضمار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يؤكد أن قطر تكافح الإرهاب بلا هوادة وأنه ثم تعترافا دوليا بدور قطر في هذا المضمار كما وجهت بتخصيص عائدات الغاز من الاكتشافات الجديدة التي أنعم بها الله علينا للاستثمار من أجل الأجيال القادمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يوجه بتخصيص عائدات الغاز من الاكتشافات الجديدة للاستثمار من أجل الأجيال القادمة إن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدئين أولا أن يكون الحل في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها وثانيا أن لا يوضع في صيغة إملاءات من طرف على طرف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يؤكد أن حل الأزمة يجب أن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها وأن لا يوضع في صيغة إملاءات أن يعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ولا سيمة أهلنا في القدس واستنكار إغلاق المسجد الأقصى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ويستنكر إغلاق المسجد الأقصى كان خطابا واضحا جليا وهناك تركيز أيضا في هذا الخطاب وتوجيه في هذا الخطاب على أن نمفتح اقتصاديا أكثر مما نحن منفتحين عليه سعادة وزير الطاقة والصناعة يشيد بخطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خاصة فيما يتعلق بالانفتاح الاقتصادي الشامل سعادة وزير الخارجية الأمريكي يدعو دول الحصار إلى رفعه ويشيد بجهود قطر في مكافحة تمويل الإرهاب أهلا بكم ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى خطابا للمواطنين والمقيمين على أرض قطر حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر وأنوها سموه بأننا نتحدث بعقلانية لتقييم المرحلة التي نمر بها وتخطيط المستقبل الواعد الذي أثبت شعبنا أنه أهل له وبوجدانية لأننا جميعا تأثرنا بروح التضامن والتآلف والتحدي التي سادت وخيبت آمال الذين رهنوا على عكسها لجهل بطبيعة مجتمعنا وشعبنا في هذه الظروف التي يمر بها وطننا أخاطبكم خطاب العقل والوجدان نتحدث بعقلانية لتقييم المرحلة التي نمر بها وتخطيط المستقبل الواعد الذي أثبت شعبنا أنه أهل له وبوجدانية لأننا جميعا تأثرنا بروح التضامن والتآلف والتحدي التي سادت وخيبت آمال الذين راهنوا على عكسها لجهل بطبيعة مجتمعنا وشعبنا وكما تعلمون الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ بداية الحصار وقد وقف الشعب القطري تلقائيا وبشكل طبيعي وعفوي دفاعا عن سيادة وطنه واستقلاله لقد أصبح كل من يقيم على هذه الأرض ناطقا باسم قطر وأشير هنا بكل اعتزاز إلى المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يتمتع به هذا الشعب في مقابل حملة التحريض والحصار الذي تلاها وإلى جمعه بين صلابة الموقف والشهامة التي يتميز بها القطريون دائما حيث أذهلوا العالم بحفاظهم على المستوى الراقي في مقاربة الأوضاع على الرغم مما تعرضوا له من تحريض غير مسبوق في النبرة والمفردات والمساسب المحرمات وحصار غير مسبوق أيضا في العلاقات بين دولنا كان هذا امتحان أخلاقي حقيقيا وقد حقق مجتمعنا فيه نجاحا باهرا إذ أثبتنا أنه ثمة أصول مبادئ وعراف نراعيها حتى في زمن الخلاف والصراع وذلك لأننا نحترم أنفسنا قبل كل شيء وأدعو الجميع إلى الاستمرار على هذا النهج وعدم الانزلاق إلى ما لا يليق بنا وبمبادئنا وقيمنا ولفت حضرة صاحب السمو وأمير البلاد المفدى إلى أن أبناء وبنات هذا الشعب قد أدركوا بالحس السليم الوعي السياسي خطورة الحملة على وطنهم ومرامي الحصار الذي فرض عليه لقد أدرك أبناء وبنات هذا الشعب بالحس السليم والوعي السياسي خطورة الحملة على وطنهم ومرامي الحصار الذي فرض عليه لقد نظروا ما خلف الستار الكثيف من الافتراءات والتحريض والذي لم يربك رؤيتهم أو يشوشها ففهموا دلالات محاولة فرض الوصاية على هذا البلد وخطورة الخضوع للغة التحريض والتهديد والإملاءات وها قد تبين للقاصي والداني أن هذه الحملة والخطوات التي تلتها خططت سلفا وأقدم مخططوها ومنفذوها على عملية اعتداء على سيادة قطر بزرع تسريحات لم تقل لتضليل الرأي العام والدول العالم وبغرض تحقيق غايات مبيتة سلفا لم يدرك من قام بهذه الخطوات أن الشعوب العالم لا تتقبل الظلم بهذه البساطة والناس لا يصدقون أظالين لمن لا يحترم عقولهم وثم تحدود لفاعلية الدعاية الموجهة التي لا يصدقها أصحابها أنفسهم ولذلك فإن الدول العربية وغير العربية التي لديها رأي عام تحترمه وقفت معنا أو على الأقل لم تقف مع الحصار على الرغم من الابتزاز الذي تعرضت له وأشار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة إلى وجود خلافات مع بعض دول مجلس التعاون في شأن السياسة الخارجية المستقلة التي تنتهجها قطر وأضاف أن دولة قطر بدورها لا تتفق مع سياسة الخارجية لبعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون ولسيما في الموقف من تطلعات الشعوب العربية والوقوف مع القضايا العادلة وتمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال وبين الإرهاب وغيرها من القضايا نحن نعرف أنه وجدت وتوجد حاليا خلافات مع بعض دول مجلس التعاون بشأن السياسات الخارجية المستقلة التي تنتهجها قطر ونحن أيضا بدورنا لا نتفق مع السياسة الخارجية لبعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون ولا سيما في الموقف من تطلعات الشعوب العربية والوقوف مع القضايا العادلة والتمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال وبين الإرهاب وغيرها من القضايا لكننا لا نحاول أن نفرض رأينا على أحد ولم نعتقد يوما أن هذه الخلافات تفسد للود غضية فذمة أمور مشتركة كثيرة هي الأسباب التي من أجلها أقيمت هذه المنظمة الإقليمية اعتقد بعض الأشقاء أنهم يعيشون وحدهم في هذا العالم وأن المال يمكنه شراء كل شيء فارتكبوا بذلك خطأ آخر إذ ذكرتهم دول مؤسسات عديدة أنهم ليسوا وحدهم وأن الكثير من الدول لا تفضل المصلحة الآنية على المبدأ والمصلحة البعيدة المدى وتبين لهم أنه حتى الدول الفقيرة لديها كرامة وإرادة وأنه لا يمكنهم فرض أمور تجاوزها التاريخ وأشار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى محاولات المس بمبدأين ضحت من أجلهم الإنسانية جمعاء أولا مبدأ سيادة الدول وإرادتها المستقلة وثانيا حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة لقد حاول المس بمبدأين ضحت من أجلهم الإنسانية جمعاء أولا مبدأ سيادة الدول وإرادتها المستقلة وثانيا حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة فلا معنى لحرية التعبير إذا لم يكن لدى المواطن الحقي في الوصول إلى المعلومة واحتكار المعلومة هو الذي كسرته قطر بالثورة الإعلامية التي أحدثتها ولم يعد ممكنا العودة إلى الخلف فقد أصبحت هذه الثورة إنجازا للشعوب العربية كلها لقد حزنا كثيرا ونحن نتابع كيف تقوم بعض الدول باتباع سلوب التشهير والإفتراء على قطر بنوع من الوشاية السياسية ضدها في الغرب فهذا في كل الأعراف عيب أولا لأن الادعاة غير صحيحة وثانيا لأنها مساس بغير حق بدولة شقيقة ألا نعلم أبناءنا منذ الصغر أن الوشاية والكذب هما رذيلتان من أسوأ الرذائل؟ أليس التشهير وتلطيخ السمعة جريمة يحاسب عليها القانون في جميع الدول المتحذرة؟ وكذا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أن قطر تكافح الإرهاب بلا هوادة ودون حلول وسط وأنه ثمت اعترافا دوليا بدور قطر في هذا المضمر وهي تفعل هذا ليس لأنها تريد أن ترضي به أحدا في الشرق أو الغرب بل لأنها تعتبر الإرهاب بمعنى الاعتداء على المدنيين الأبرياء لغايات سياسية جريمة بشعة ضد الإنسانية إن قطر تكافح الإرهاب بلا هوادة ودون حلول وسط وثمت اعتراف دولي بدور قطر في هذا المضمار وهي تفعل هذا ليس لأنها تريد أن ترضي به أحدا في الشرق أو الغرب بل لأنها تعتبر الإرهاب بمعنى الاعتداء على المدنيين الأبرياء لغايات سياسية جريمة بشعة ضد الإنسانية ولأنها ترى أن القضايا العربية العادلة تتضرر من الإرهاب فهو يمس بالعرب والإسلام والمسلمين نحن نختلف مع البعض بشأن مصادر الإرهاب فنحن مثلا نقول إن الدين وازع أخلاقي وهو ليس مصدر الإرهاب وإنما أيديولوجيات المتطرفة دينية وعلمانية وحتى هذه الأيديولوجيات المتطرفة تصبح مصدر الإرهاب فقط في بيئة سياسية اجتماعية تنتج اليأس والإحباط ومن دون الاستهانة بآفة الإرهاب فمن الواجب علينا عدم تجاهل القضايا الأخرى في عالمنا فنحن نرى أن العارم كله بما في ذلك منطقتنا يعاني أيضا من مشاكل مثل الفقر والطغيان والاحتلال وغيرها وهذه المعاناة أيضا تحتاج إلى معالجة عدا عن كونها من أهم مصادر الإرهاب ونبه حضرته صاحب السمو أمير البلاد المفذة إلى أنه آن الأوان لوقف تحميل الشعوب ثمن الخلافات السياسية بين الحكومات وقال إن منطقتنا العربية عرفت أسلوب الانتقام والعقاب الجماعي لمواطني الدولة الأخرى في حالة الاختلاف مع حكومتها لا أريد أن نقلل من حجم الألم والمعاناة الذي سببه الحصار وآمل أن ينقضي هذا الأسلوب في التعامل بين الأشقاء وحل الخلافات بالحوار والتفاوض فقد أساء هذا الأسلوب لجميع دول مجلس التعاون وصورتها في العالم وقد آن الأوان لوقف تحميل الشعوب ثمن الخلافات السياسية بين الحكومات لقد عرفت منطقتنا العربية أسلوب الانتقام والعقاب الجماعي لمواطنية الدولة الأخرى في حالة الاختلاف مع حكوماتها وقد نجحنا في تجنبه هنا في الخليج حتى الآن ولكن الدول التي طالبت القطريين بمغادرتها وفصلت بين أبناء العائلة الواحدة وطلبت من مواطنيها التخلي عن أعمالهم وعائلاتهم ومغادرة دولة قطر أبت إلا أن تستخدم هذا الأسلوب وهو لا يتناقض مع القانون الدولي فحسب بل يمص بمواطنيهم وبالقيم وأعراف التعامل بين الناس وتعرفون جميعا أننا لم نرد بالمثل وأننا أتحنا لمواطنية الدول الأخرى أن يتخذوا بأنفسهم القرار بالبغاء في غطر أو المغادرة كل حسب ظروفه وإرادته إن أي حل لهذه الأزمة في المستقبل يجب أن يشمل ترتيبات تضمن عدم العودة إلى هذا الأسلوب الانتقامي في التعامل مع المواطنين الأبرياء عند حدوث خلاف سياسي بين الحكومات ورغم المرارة التي أحدثتها هذه الخطوات فإن الحكمة السائرة الأكثر انتشارا في المجتمع القطري هذه الأيام هي رب ضارة نافعة والتي تتوافق مع الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم ودعا حضرته صاحب السمو أمير البلاد المفدة إلى اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وأضاف سموه أن هذا قد أصبح أمرا ملزما ومحتما علينا ولا مجال لتهاون فيه وهذه مسؤوليتنا جميعا حكومة ورجال أعمال نحن مدعوون لفتح اقتصادنا لمبادرات والاستثمار بحيث ننتج غذاءنا ودواءنا وننوع مصادر دخلنا ونحقق استقلالنا للاقتصادي ضمن علاقات ثنائية من التعاون مع الدول الأخرى في محيطنا الجغرافي وفي العالم يجمع وعلى أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل كما أننا مدعوون إلى تطوير مؤسساتنا التعليمية والبحثية والإعلامية ومصادر قوتنا الناعمة كافة على المستوى الدولي وفي تفاعل مع أفضل الخبرات القطرية والعربية والأجنبية وهذا كله بالطبع بالتعاون مع المقيمين في بلادنا الذين يعملون وينتجون ويعيشون معنا ووقفوا معنا في هذه الأزمة سبق أن وجهت عدة مرات لاتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل ولكن في هذه المرحلة لم يعد هذا مسألة رفاهية بل أصبح أمرا ملزما ومحتما علينا ولا مجال للتهاون فيه وهذه مسؤوليتنا جميعا حكومة ورجال أعمال لقد ساعدتنا هذه الأزمة في تشخيص النواقص والعثرات أمام تحديد شخصية قطر الوطنية السياسية والاقتصادية المستقلة وفي اتخاذ القرار بالتغلب على هذه العقبات وتجاوزها وها أنا أتوجه إليكم فيما نخوض جميعا هذا الامتحان بعزة وكرامة لأقول لكم إن قطر بحاجة لكل منكم في بناء اقتصادها وحماية أمنها نحن بحاجة للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل الألمي في الاقتصاصات كافة والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل الواتكالية وهذه ليست مجرد أماني وأحلام فأهدافنا واقعية وعملية وتقوم على استمرار الروح التي يظهرها القطريون في هذه الأزمة بحيث لا تكون موجة حماس عابرة بل أساسا لمزيد من الوعي في بناء الوطن ولفت حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة إلى أن المرحلة التي تمر بها قطر حاليا هي مرحلة بالغة الأهمية من حيث الفرص التي أتاحتها ليس فقط للبناء بل أيضا لسد النواقص وتصحيح الأخطاء أن المرحلة التي تمر بها قطر حاليا هي مرحلة بالغة الأهمية من حيث الفرص التي أتاحتها ليس فقط للبناء بل أيضا لسد النواقص وتصحيح الأخطاء ونحن كما تعلمون لا نخشى من تشخيص الخطأ وتصحيحه لقد وجهت الحكومة للقيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الرؤية بما في ذلك الانفتاح الاقتصادي المطلوب وإزالة العوائق أمام الاستثمار ومنع الاحتكار في إطار بناء الاقتصاد الوطني والاستثمار في التنمية ولا سيما التنمية البشرية كما وجهت بتخصيص عائدات الغاز من الاكتشافات الجديدة التي أنعم بها الله علينا للاستثمار من أجل الجيال القادمة فقد عاشت قطر برخاء حتى الآن من دونها وقد وجهت أيضا بالعمل على الساحة الدولية لتعميق التعاون الثنائي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية بين قطر والدول الأخرى وثمن حضرت صاحب السمو أمير البلاد المفدى جهود الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والتي دعمتها قطر منذ البداية الأخوات والأخوة نحن نثمن عاليا جهود الوساطة التي يقوم بها أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والتي دعمتها قطر منذ البداية وهذه فرصة أن أعبر عن شكري مرة أخرى لما قام ويقوم به ونأمل أن تكلل جهوده المباركة بالنجاح وشهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالدور المهم الذي لعبته تركيا في إقرارها السريع لاتفاقية التعاون الاستراتيجي منوها باستجابتها الفورية لتلبية احتياجات السوق القطرية ولا يفوتني أن أشيد بالدور الهام الذي لعبته تركيا في إقرارها السريع لاتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقع بيننا والمباشرة في تنفيذها وأن أشكرها على استجابتها الفورية لتلبية احتياجات السوق القطرية كما أشكر كل من فتح لنا أجواءه ومياهه الإقليمية حين أغلغها الأشقاء وكذا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أدى الاستعداد للحوار والتوصل إلى تسويات في القضايا الخلافية إذا رأى سموه أن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدأين أولا أن يكون الحل في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها وثانيا أن لا يوضع في صيغة إملاءات من طرف على طرف بل كتعهدات بمتبادلة ونحن جاهزون للحوار والتوصل إلى تسويات في القضايا الخلافية كافة في هذا الإطار إننا منفتحون على الحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة وذلك ليس فقط في صالح دولنا وشعوبنا وإنما أيضا لتوفير الجهود العبثية التي تبددها دول في الكيد للأشقاء على الساحة الدولية عسى أن تستثمر هذه الجهود في خدمة قضايا الأمة إن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدأين أولا أن يكون الحل في إطار احترام السيادة كل دولة وإرادتها وثانيا أن لا يوضع في صيغة إملاءات من طرف على طرف بل كتعاهدات متبادلة والتزامات مشتركة ملزمة للجميع ونحن جاهزون للحوار والتوصل إلى تسويات في القضايا الخلافية كافة في هذا الإطار وأعرب حضرته صاحب السمو أمير البلاد المفدة عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق متنكرا إغلاق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أن أعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ولا سيما أهلنا في القدس واستنكار إغلاق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عسى أن يكون ما تتعرض له القدس حافزا للوحدة والتضامن بدلا من القسام أشهد سعدة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بخطاب حضرته صاحب السمو أمير البلاد المفدة وقال سعدته في مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر إن الخطابة كان واضحا وجليا خاصة في مجال الانفتاح الاقتصادي في كافة المجالات كان خطابا واضحا جليا وهناك تركيز أيضا في هذا الخطاب وتوجيه في هذا الخطاب على أن ننفتح اقتصاديا أكثر مما نحن منفتحين عليه كذلك خلال الثمانية واربعين يوم اللي فاتوا رأينا أيضا أهمية العلاقات الثنائية ما بين الدول وأيضا ما بين الشركات داخل هذه الدول أقل بيروقراطية أكثر ديناميكية لذلك دولة قطر والتبادل التجاري لا يزيد عن ثمانية بالمئة مع الدول المحاصرة انتقلت هذه الثمانية بالمئة في وقت قياسي إلى دول أخرى فاليوم جميع السلع متوفرة بل متوفرة بجودة عالية والآن من يحكم هم المواطنين وهم المقيمين منهم على الأرض كما وضح سعدة وزير الطاقة والصناعة أن ما جاء في خطاب حضرته صاحب السمو وأمير البلاد المفدى حول التخصيص إرادات الاكتشافات الأخيرة من الغاز إلى الأجيال المقبلة ما هو إلا تأكيد على التزام الدولة بالاهتمام بهذه الأجيال والاستثمار في العنصر البشري تأكيد سيدي حضرت صاحب السمو على أن الاستكشافات الجديدة وزيادة الانتاج من الغاز الطبيعي أنه يخصص إلى الأجيال القادمة ليس بغريب أبدا فسيدي سمو الأمير يضع اهتمام كبير للأجيال القادمة فهم الاستثمار الحقيقي لدولة قطر بل هم الأمن القومي لدولة قطر فمثلا على مستوى التعليم على مستوى الصحة على مستوى البنية التحتية أتاح الدولة قطر للأجيال القادمة كل هذا بسبب أن مستقبل قطر سيقع في أيدي أمينة بعد أن تسلح دولة قطر هذا الجيل بالعلم وتسلح بالمعرفة لذلك أتاحت كل هذه الفرص هذا وقد عبر مواطنون ومقيمون عن إعجابهم بخطاب حضرته صاحب السمو أمير البلاد المفدى والذي تناول الحصار المفروض على قطر وقالوه إن خطاب سموه اتصف بالحكمة والاتزان والعقلانية وكان واضحا وموضوعيا خطاب سمو الأمير كان أمس خطاب متوازن وخطاب يعكس مدى رجاحة السياسة القطرية في التعامل مع الحصار وشوف أن الخطاب ركز على سيادة الدولة ركز على عدم التدخل فيه الشؤون الداخلية والصراحة خطاب سمو الأمير الله يحفظه أثلت سجورنا وأثلت سجور الجميع من يعيش على دولة قطر الحبيبة وكان خطابه صريح وواضح وإن شاء الله كلين يفهم معنى كلمة سمو الأمير إن قطر مستعدة للمفاوضات لكن من غير إملاءات من غير المساس بالسيادة خطاب سيدي سمو الأمير البارحة كان شامل واستعرض الهزمة من بداياتها وشكر جميع الشرايح الاجتماعية الموجودة وقدم شكر إلى الدول الصديقة والشقيقة والدول اللي ناصرت الحق والدول اللي تعاطفت هذا وقد دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرثون إلى رفع الحصار البري عن دولة قطر منوها بالجهود التي تبذلها الدوحة من أجل تطبيق اتفاق وقعته مع واشنطن لمحاربة تمويل الإرهاب جاءت التصريحات خلال استقباله سعادة سيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان هناك تحركات إيجابية والقطريون يحققون تقدما في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر لمواجهة تمويل الإرهاب هم يطبقونها بشكل قوي وأعتقد أننا راضون عن الجهود التي يبذلونها ونأمل أن تدرس الدول الأربع كبادرة على حسن النواية رفع هذا الحصار البري الذي يؤثر سلبيا بقوة على الشعب القطري التقى فريق من منظمة ايف دي الدولية يضم حقوقينا ومحامينا وصحفينا وقضاء واخصائينا نفسيين التقوا بأعضاء من المجتمع المدني القطري للاستماع لشهادات وأقوال أفراد وعائلات من ضحايا الحصار وذلك لتكوين صورة مستقلة عن الوضع الحقوقي والوقوف عن كثب من خلال خبراء مستقلين على حجم الخرقات الحقوقية والإنسانية التي تسبب فيها وما زال يتسبب فيها هذا الحصار على المقيمين في دولة قطر وخارجها شهد سوق السمك حركة معتادة من قبل مرتديه حيث تتوافر جميع أنواع الأسماك في السوق المركزي في منطقة مصلال مما يوفر خيارات متنوعة للمستهلكين الذين يرتادون السوق حركة معتادة في السوق المركزي للسمك في منطقة أم مصلال خيارات مختلفة للمشتريين الذين يزيد إقبالهم على هذا السوق خلال أيام العطلة كل أسماك متوفرة وطازية وكلها من السوق المحلي والحمد رب العالمين والله نوعيات واجد نوعيات مبنوع واحد أنواع واشكال نوعيات بالنسبة للسوق أنا أول مرة قليل يوم بس فيه أنواع كثيرة والأسعار أسعار السمك شهدت زيادة طفيفة قدرت بين خمسة وعشرة ريالات لكل نوع وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة كل أنواع السمك موجودة الهامور والصافي والروبيان اليوم السعر مرتفع قليلا عن الأسبوع الماضي لكن الأسعار ما زالت مقبولة تراوحت أسعار السمك ما بين الخمسة وعشرين ريالا والستين ريال حيث بلغ سعر كيلو الهامور المحلي ستين ريالا والسلطعون خمسة وعشرين ريالا والكنعد والصافي ثلاثين ريالا والزبيدي خمسة وثلاثين ريالا والروبيان أربعين ريالا السوق المركزي في أم صلال هو الوجهة المفضلة للمستهلكين لاقتناء ما يرغبون من أنواع السمك نظرا لإحتوائه على أفضل الأنواع والأسعار إلا أن هناك بعض الملاحظات التي أبداها المرتادون القيمة الغذائية العالية للسمك هي الدافع الرئيسي للأفراد لارتياد السوق أسبوعيا إذ يجدون أصنافا متنوعة من السمك منها المستورد الذي يتمتع بالجودة العالية إلى جانب الاعتماد على الإنتاج المحلي منه ومن أخبار السمك إلى أخبار رياضة حيث انفرد منتخبنا الوطني الأولمبي بصدارة المجموعة الثالثة التي تستضيف دوحة منافساتها بعد فوزه بهدف دون رد على حساب نظيره الهندي ضمن تصوية الأسيوية المؤهلة لكاسي أسيا تحت الثلاثة والعشرين سنة بالصين سجل هدف المبارأ الوحيد منتخبنا المعز علي وفي هذه النتيجة احتل المنتخب صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من مبارتين مقابل أربع نقاط لسوريا ونقطتين لتركومانستان ولا شيء للهند هذا وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم غد لحد حيث تلتقي قطر مع سوريا والهند مع تركومانستان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة تذكير بالعناوين في هذه الظروف التي يمر بها وطننا أخاطبكم خطاب العقل والوجدان نتحدث بعقلانية لتقييم المرحلة التي نمر بها وتخطيط المستقبل الواعد الذي أثبت شعبنا أنه أهل له حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يخاطب المواطنين والمقيمين على أرض قطر حول الوضع الحالي وثوجهات المستقبلية لدولة في ظل الأزمة الخليجية الرهنة أثرنا بروح التضامن والتآلف والتحدي التي سادت وخيبت آمال الذين راهنوا على عكسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يشيد بروح التضامن والتآلف وبوقفة الشعب القطري دفاعا عن سيادة وطنه واستقلاله إن قطر تكافح الإرهاب بلا هوادة ودون حلول وسط وثم تعتراف دولي بدور قطر في هذا المضمار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يؤكد أن قطر تكافح الإرهاب بلا هوادة وأنه ثم تعتراف دوليا بدور قطر في هذا المضمار كما وجهت بتخصيص عائدات الغاز من الاكتشافات الجديدة التي أنعم بها الله علينا للاستثمار من أجل الأجيال القادمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يوجه بتخصيص عائدات الغاز من الاكتشافات الجديدة للاستثمار من أجل الأجيال القادمة إن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدئين أولا أن يكون الحل في إطار احترام السيادة كل دولة وإرادتها وثانيا أن لا يوضع في صيغة إملاءات من طرف على طرف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يؤكد أن حل الأزمة يجب أن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها وأن لا يوضع في صيغة إملاءاته أن أعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ولا سيمة أهلنا في القدس واستنكار إغلاق المسجد الأقصى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ويستنكر إغلاق المسجد الأقصى كان خطابا واضحا جليا وهناك تركيز أيضا في هذا الخطاب وتوجيه في هذا الخطاب على أن نمفتح اقتصاديا أكثر مما نحن منفتحين عليه سعادة وزير الطاقة والصناعة يشيد بخطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خاصة فيما يتعلق بالانفتاح الاقتصادي الشامل سعادة وزير الخارجية الأمريكي يدعو دول الحصار إلى رفعه ويشيد بجهود قطر في مكافحة تمويل الأرهاب يمكنكم متابعة البث الحي لتليزون قطر على موقع اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي شكرا لحسن المتابعة نلقاكم على خير شكرا لحسن المتابعة